تعود التحركات لاحتواء الأزمة التي طال أمدها لكن في المقابل لا يزال طريق السلام في اليمن شاقا ربما أصبح هذا العنوان سابقا لأي جولة مفاوضة في طريق إعادة المسار السياسي فبعد تحركات عديدة قام بها المبعوث الأممي ولد الشيخ لوقف إطلاق النار إلا أن السؤال عن إمكانية نجاح هذه التحركات يبقى حاضرا أكثر من أي وقت مضى وذلك بعد سلسلة من خيبات الأمل التي رافقت التحركات السابقة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال إنه إذا قبلت الأطراف اليمنية الدعوة ومضت في وقف إطلاق النار فسوف يعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة على وضع التفاصيل والإعلان عن موعدي وكيفية التطبيق بينما أوضح ولد الشيخ أنه سيتم الإعلان عن وقف إطلاق النار بعد التوصل إلى توافق نهائي بين كل من طرفي الحكومة وتحالف الإنقلاب هذه التحركات وإن كانت تسبقها تكهنات كثيرة لمراقبين حول إمكانية جدواها إلا أنها وبحسب ولد الشيخ تأتي في سياق الخطة الأممية التي رسمت للحل في اليمن تتعدد إذن الأسباب التي قادت للحرب وجعلت الموت والإنقلاب العنوانين الأبرزين في المشهد وفي المقابل ما تزال مبادرات الحل مركونة إلى أجل غير معلوم